كابتن حمادة كابتن حمادة عايزة كامل حاجة لا خلاص خلاص كابتن حمادة مباراة زي دي قبل نهاي كاس مصر وهتوصل للنهاي وتاخد بطولة قدامك 8 ربيعين مطشين يعني هل نلاقي اهتمام من اللعيبة يعني التغرير اللي من الملعب سار بقولي وجوه اللعيبة ده بيفرق وانت نازل ملعب بيفرق ووشك وانت مركز بيبان التركيز من عدم التركيز كابتن حمادة طبعا ولازم يكون فيه اهتمام لان اللعيبة طبعا لازم تركز اللعيبة بتلعب في نادي كبير اسمه نادي الزمالك اللعيبة دي خدت بطولات السنة اللي فاتت انا السنة اللي فاتت بالنسبة لي خلصت انا وبص على الحاضر دلوقتي الحاضر دلوقتي انا عندي مطشي كاس نهاردة اكسبه اوصل للنهائي مطشي كاس اكسبه ووصلني بمعنوات عالية للمطشي نادي الاهلي وارجع تاني تمام للمنافسه طبعا 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 ان اللعيبة لازم تكون مركزة صح لازم تركز كويس اوي اهم حاجة لازم الجامعية في الاداء لازم مش عايز انية لازم اللعيبة تبقى عندها شوية جامعية لازم خطوطنا تبقى رايبة من بعض ما تبقى شخص المطشيات اللي فاتت خطوطنا بعيدة اوى عن بعض بتلاقي خط الدفاع في مكان وخط النص بعيد عنه وخط الهجوم اكننا بنلعب يعني في صحرا لا لازم خطوط كلها تكون متربطة مع بعض اما بندافع بتدفع كويس بتدفع بسبعة امان لعيب اما بتهاجم بتعمل هجمة لازم بتعمل هجمة مغسرة وما فور التركيزة كبير حمادي مع كل الفرق ولا مع فرق اللي هي مستواها عالي تلاقي الانتباه بتاع اللعيب بقى اعلى شوية التركيز لازم مع كل الفرق انت بتلعب كرة القدم انا اصدقى تلاتة بو انت بص كرة القدم تعطي اللي من يعطي لها كرة القدم بتاعتي اللي من يحترم المنافس كرة القدم بتاعتي اللي انت عامل حساب المنافس اما منزل انا بدري واكسب المطش انا بريح نفسي بريح جماهيري بريح المدير الفني بتاعي عزي عمل تغييرات لكن لما انت الجيم بيأخر قوي بيطلب التركيز بلا ممكن الجيم ما تجيبش جوم مثلا لغاية تديها سبعين بس انت مش مركز ورا في الخطوط الدفعية فهو ممكن يجيب هدف فترجع عايز ترجع تاني فالتركيز مطلوب من اول محمد عوادي طارق كاول خط الدفاع مثلا حالس مرمو خط الدفاع لغاية خط الهجوم عندنا صحيح بنهاجم كتلة واحدة منظمة بندافع بنقف النص ملعبنا انا بس ليه رجاء ان انا عايز النهاردة عمر السيسي هو اللي يضغط على توري توري هو مفتاح اللعب الاول بالنسبة لبيرامدس هو دايما بيلعب ستة بيلعب ستة لازم يضغط عليه انه دايما توري هو اللي بيسلم عبدالله السعيد انا معك في النقطة سيسي بيعملها كويسة فلازم يضغط على توري من البداية ما يخلوش يستلم كويس لانه هو بيسلم بعد كده الخط الامام اللي هو بسد رمضان صبحي ابراهيم عادل عبدالله السعيد ويبقى دونجا هياخد اللي هو الرجل التاني الكارتي موجودين وهيبقى امام اللي هو البلاي ميكر حيقابله منها التاني اللي هو عبدالله السعيد لكن اللي اتنين اللعيبة دول اللي احنا قلنا على يوم الكارتي وبلاتي توري وخاصة توري ده هو يعني رمانة المزائن بعد كده بالخط الامام بيسلم لعبدالله السعيد بيبتدع عبدالله السعيد يعمل الشغل بتاعه في اخر 30-40 متر النوحي الهجومية لكن في نص الملعب السيطرة دايما السكند بول بتلاقي توري والكارتي واخدينها لانه عايزي نارد السيسي بدونجا اي سكند بول كورة احنا لازم نمسك نص ملعبنا لازم حتدفع كويس بعد كده تصنع اللعبة بعد كده اللعبة تكمل مع المهاجمين عايزي يبقى لنا شكل هجومي صحيح مش لانا بهاجم بمسلا الجزيري لوحده ونرجع نظلمه نقوله الكرة ما بتجيش للجزيري عايز كسافة عددية كسافة عددية ما لازم حد يعاون الجزيري لازم عشور يزيد مع الجزيري لازم الباك يطلع يبقى عندك جابها انا مش عارف النهار ده مين حيلاعبك رايت المسلوسي اعتقد المسلوسي وعمر جابها ممكن يباحث الشمال اعتقد انا راجل غير فعايز يبقى عندك الباكين بتوعنا يبقى ليهم شكل هجومي ما انت قالك اواجبات دفاعية بتعملها بس فيه اواجبات هجومية لازم تتلع تزيد مع الجابها بتاعتك سواء زيزو خالك الزمالك مميز في الاجناب اه او تزيد مع زيزو او مع يسوف وثمنة به بقى عندنا جابها يمين بتشتغل جابها شمال عب حليم بتشتغل عندنا عمك بيخش مثلا امام عشور بيزيد هو السيسي مثلا مع الجزير يبقى عندك الشكل اللي انت بتهجم بلاقي 6-7 كده موجودين فيه جملة بتتعامل فيه شكل كويس لازم ناردة تستلم لعبة تستلم كويس لازم لعبة تمرر كويس تمرير لازم لعبة تتحرك بدون كورة كويس دي اهم حاجة اللي انت تتحرك بدون كورة لان براملزم الفرق اللي بتعرف تقفل في رصة الملعب بكارتي وبلاتي توريه لكن عندهم برضو عيوب شوية دفعية لان هم بيهجموا على طول فممكن نستغل الناحية بتاعة محمد حمدي له دايما طاير على طول بيهجم وديزيزو حيقدر طبعا يستغلها والناحية التانية اعتقد يسوف وثمنة به هيبقى ليه دور مهم من احمد فتحي احمد فتحي لعيب خبرات بس يسوف وثمنة به سريع نشيط لعيب زغير فاهم اعتقد هتبقى موريات جانبية كتير او في الفيومات شغير نص الملعب اللي تراه في طريق هبقى فيه ماتشات جانبية المدافعين علي جابري مثلا محمد سامح هتبقى فيه مباراة بينه وبين الجزيري نحى التالية فخري لقاي اللي انا بحذر منه ما تديش مساحة لفخري لقاي لكن هو بيستلم عادي ما فيش منه خطورة لكن اذا خد مساحة بين حسام عبد مجيد ومحمد عبد غني هيبقى خطر جدا